عبر سكايب استشاري أبحاث فيروسية دكتور بندر عصيمي مساء الخير دكتور بندر وأهلا بك معنا في هذه النشرة أبدأ معك دكتور بندر يعني حدثنا دكتور عن معدل الانتشار أو كما تسمونه كأطباء الأرنوت أهلا وسهلا سعيد بالظهر في قناة الأمبارية بالنسبة لمعدل انتشار العدوى هو مفهوم وبائي مهم جدا لقياس سرعة انتشار الفيروس حتى نعرف ما مدى سرعة انتشار الفيروس من الشخص الأول إلى شخص مثلا الثاني بعد مرور فترة حضانة مدة خمسة أيام نستخدم الارنوت كمعدل لمعرفة سرعة هذا الانتشار هو مجرد رقم دلالي يعطي بعض الإشارات الدلالية لمتخذ القرار لقياس كفاءة مثلا إجراءات الحجر الصحي منع الطيران مثلا إغلاق مثلا الأسواق وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار وباء كورونا هذا الرقم يختلف من كل مرض معدي إلى آخر نفترض مثلا مرض الحصبة كان معدل انتشار العدوى في مرض الحصبة الشخص الأول ينقل العدوى إلى 12 شخص بالمعدل فلما نتكلم عن كورونا معدل انتشار أو الارنوت لمرض الكورونا حتى الآن عالميا هو ثلاثة بمعنى الشخص الواحد ينقل العدوى إلى ثلاثة أشخاص الأرقام عندنا في السعودية تختلف من الدورة وبائية إلى أخرى بحسب المعدل الذي يقوم بإعداده بعد كل فترة وبائية اليوم تاريخ 21 إبريل هو يوم نهاية الدورة العاشرة للفيروس بمعنى أنه مر علينا تقريبا خمسين يوم من بدل الفيروس انتشارا في الثاني من فبراير فاليوم المعدل ارتفع عن الأسبوع الدورة الماضية كان 1.5 بمعنى الشخص الواحد ينقل إلى شخص ونصف يعني تقريبا نتكلم عن كل حالتين تنتقل إلى تنتج ثلاث حالات جديدة هذا الأسبوع الماضي الآن في الدورة التاسعة في الدورة هذه للأسف ارتفاع المعدل لماذا؟ ارتفاع المعدل لسبب التقصي الوبائي والمسحة والمسحة النشطة تقوم بوزارة الصحة هذه أسباب ظاهرة جدا لما نتحدث عن الرقم نتكلم عن خلال الدورة هذه فقط 5251 شخص تم تشخيصهم بوباء كورونا طب يعني هل في هذا الدورة العاشرة دكتور عذر عن مقاطعة؟ يعني الآن نحن كما ذكرت أنه ترتفع الحالات الإصابة في هذه الدورة العاشرة واليوم أيضا في ارتفاع في عدد الحالات الإصابة هل يعني الآن نحن مثل الدول العالم أنه ينقل الفيروس عالميا إلى يعني ينقل المصاب إلى ثلاث أشخاص؟ نعم نحن في السعودية معدلنا ممتاز جدا وأقل من المعدل العالمي ممكن وضعها دكتور عيف نعم في الدورة هذه المعدل 2.2 يعني الشخص الواحد ينقل عدوى لشخصين وهذا الرقم أصبح كبير هذه الدورة تحديدا بسبب المسح النشط والتقصي الوبايل التي تقوم فيه وزارة الصحة في الأسبوع الماضية تقريبا نتكلم عن أربع دورات ماضية كان المعدل 1.3 ثم 1.8 ثم 1.5 ولكن السؤال يبقى هو ماذا يعني هذا المعدل؟ يعني هذا يتبادر الذهن كثير من الناس الآن عندما يكون عندنا شخص واحد ينقل العدوى إلى شخص آخر فنتكلم عن R0 واحد لما يكون المعدل واحد يكون الفيروس في مرحلة يكون منحنى العدوى في مرحلة التسطيح وتسجيل الحالات يكون متوازن كل دورة إلى دورة أخرى نتكلم عن نفس الرقم تحديدا أي أن كان هذا الرقم؟ نقول مثلا 500 حالة يعني نقول مثلا دكتور عظم عن مقاطع يعني دكتور مثلا أنت جبت الرقم أو النسبة يعني مثلا مثل دول العالم كما تحدثنا قبل قليل أنه حالة واحدة مثلا وينتقل إلى ثلاثة أشخاص هل هنا مرحلة الانتشار كبيرة تعتبر؟ شوف يعني بالنسبة لكورونا الآن المعدل ثلاثة فإذا قلنا أن الدولة وصلت المعدل ثلاثة معناته أنه معدل كبير إذا نتكلم عن إيطاليا وصل المعدل إلى ستة وفي أمريكا الآن أجزب من الرقم أكثر من ستة ممكن نتكلم عن ثمانية أو حول الرقم هذا المعدل في السعودية الآن تحت السيطرة ويعني ولله الحمد نتكلم عن أثنين أثنين هذا مو فقط يعني في ما يسمونه مثلا استقبال الحالات لا لما كنا نستقبل الحالات كان الرقم عندنا واحد واحد فاصلة يعني ثلاثة الآن مع الجهود الجبارة تقوم فيها وزارة الصحة أصبح الرقم ثنين فاصلة ثنين يعني الشخص الواحد ينقل عدوى الشخصين يعني أنت تتحدث كأنك دكتور أنك تتحدث عن الآن نحن تحت يعني هذا الفيروس تحت السيطرة من وزارة الصحة تحت السيطرة نعم نعم على المستوى العالمي ممتاز يعني هل إجراءات المتخذة سبب في ذلك دكتور جدا جدا يعني الإجراءات المتخذة الآن نتكلم عن أي قرارات ممكنة تتخذها الدولة مثلا مثل ما ذكرت عن المسح الميداني والتقصي الوبائي مثلا مثلا القرار الملك الكريم الذي يعني أثرج الصدور صراحة بإفاد مجموعات كبيرة من السعودين اللي كانوا في الخارج محجوزين لأسباب معينة كل هذه الإجراءات من ضمن الجهود الجبارة التي تقوم فيها المملكة لا يحزن الرقم كثيرا أنه ما دخلنا مبكرا في مثلا R0 أقل من واحد لن يحزن هذا لأن كل الإجراءات التي تقوم الآن هي في محاولة احتواء الفيروس محاولة تقليص تقليص الأعداد والحد من الانتشار لازلنا في مرحلة الاحتواء الوبائي للفيروس وهي المرحلة الأولى طيب متى نقول أنه مرحلة الانحصار وصلت في السعودية يعني حاصرنا هذا الفيروس متى يا دكتور؟ متى ما وصلنا المعدل R0 واحد وأقل معناته أنه وصلنا لمرحلة تصطيح المنحنة أصبح عندنا تجد الحالات مستمر ويبدأ بالتناقص متى ما أصبحنا نرى معدل الدورة السابقة معدل الدورة الحالية أقل من معدل الدورة السابقة معناته أنه بدأنا في مرحلة التعافي نظامنا الصحي الآن أصبح أكثر قدرة على استيعاب كثير من الحالات معناته أنه نحن كمجتمع أصبحنا أكثر وعيا في معرفة طرق انتقال الفيروس في مثلا طرق الحماية منه في استمرارنا على مثلا التباعد الاجتماعي ومبادئه كل هذه بإذن الله في المستقبل أتوقع أنها ستشكل فارق كبير طيب دكتور تحدثت عن الدورات يعني كانت بداية الدورة الأولى والثانية والثالثة نحن الآن في الدورة العاشرة الدورة هل مرتبطة بالوقت أو بمعدل الانتشار؟ نعم كل دورة وبائية مرتبطة بفترة حضانة الفيروس فترة حضانة الفيروس هي ما بين يومين إلى 14 يوم ولكن بالمعدل الفيروس يستغرق خمسة أيام لأن تظهر العرض منذ التقاط العدوى في اليوم الأول يستغرق المريض خمسة أيام حتى تنتقله العدوى فمتى ما أصبحنا في اليوم الخامس نتوقع أن الشخص الذي أعلن عنه مثلا كمصاب في اليوم الأول أنه في اليوم الخامس نسمع عن أعداد جديدة وهنا تنتهي دورة ماضية وتبدأ دورة جديدة لذلك أنا رأيت مجموعة من المنهتمين بدراسة الوبائيات يحسبونها بشكل أسبوعي من خلال القراءة والتدقيق وجدت أنه ربط الدورات الوبائية ربطها بفترة حضانة الفيروس هو الربط الصحيح ترجمة نانسي قنقر